المنظر صعب كاس من النيش وطبقة تقيل كمان واتقصروا بالشكل ده انا عندي كاس مفصول بالشكل ده احنا ممكن نعمله عادة تدوير ونستخدمه كده استخدامه بسيط وحلو في البيت استخدم هنا قطعة من الفل وده كان عليها ستين ممكن تستبنيها باي كرتون عندك يكون تقيل تعملي منه طبقات لو انت مش عندك الفل ده ممكن طبعا ان انت تستخدمي الفم وتبدأ ان انت تسبتي اكتر من واحدة فوق بعض انا هنا هستخدم الفل ده وهبتدي ان اغلفه بالشكل ده كده باستخدامه ستين وهنا اخد جزء صغير ما عندني ستين ممكن نستخدم فم او قمشة كده يكون شكلها حلو اي حاجة متاحة عندك استخدميها وده ما بقولكو على البداية عشان نسهل على نفسنا ما نشتيش خمات كتير انا هنا غلفت الجنب بتاع الفل ده باستين وهبتدي كده ان انا استخدم برضو جزء تاني من الستين وبغلف الجزء اللي من فوق وقطع كده اجزاء صغير عشان نغلف الابيض بتاع الفل ده وكمان ده لي شكل يعني يبقى شكله حلوه في الاخر باخد اجزاء صغير على فكرة كل القصة مش هتكمل معي متر يعني مش هتكمل اصلا متر من الستين ده والمتر منه ما ببقاش غالي فبتدي كده ان انا اغلف بالشكل ده كده الاجزاء اللي عندي من فوق وبقص الزيادة عشان برضو يبقى على قد الدوران بالزبط وبعدو هغلف الناحية التانية بنفس الطريقة خدت كده اجزاء من الستين وبدأت ان انا اغلف بيها كل الجزء اللي باين عندي من الفل ده كده غلفت الناحيتين بشكل كويس وما بقاش باين عندي اي حاجة خالص من الفل استخدم هنا تازين بسيط ممكن شريط استرس او ممكن لولي نصف زي ما احنا مستخدمين كده وهيدي شكل حلوي جدا معينا ثبت كده من اللولي ده على الطرف من تحت بس كفاية مش هزود ابطل من كده وبرضو ده يعني حاجة اختيارية تقدر يستخدمي الحاجة المتاحة بالنسبالك لو انت بش حابها تستخدمي تازين كتير مفيش مشكلة بإدارة تستخدمي مثلا استرس او اجزاء كده صغيرة من اللولي مفيش اي مشكلة استخدم برضو من نفس اللولي اللي احنا استخدمناه ده على الكاس هو الكاس نفسه فيه زي شغل كده منع الطرف فانا مش هزود قوي في التازين بس يدو بحط جزء صغير قوي من اللولي ده على الطرف كده على الجزء اللي في النصف بس كفاية قوي مش محتاجة اكتر من كده فيه كاس ممكن يقع ويتكسف بس من الجزء اللي من فوق وبرده ده لي فكرة برضو حلوة وفيه افكار كتير يعني اقدر ان احنا نعمل عادة تدوير للكاس المكسور وزي ما احنا شايفين كده احنا ثبتنا بس كم وردة من الفوم الجاهز وثبتنا من فوق وهستخدم كمان وردة بالشكل ده وبسبتها على الجزء الفلين وممكن استخدم كمان ورقة من الاخضر كل اللي حاجات موجودة عندنا في البيت يعني ما اشتريتش اي حاجة خالص ممكن ان انتي تستبدليها بانك تعمل وردة كده بسيطة من الفوم ان شاء الله هعملها معاكم وتبقى الطريقة سهلة بنفس الشكل ده ثبت كده حوالين الوردة اكتر من جزء من الاصفر او الاخضر ده عشان يدي معانا شكل حلو ودي اضاءة بتفقى موجودة في المكتبات ممكن تستخدمي بدالها الشامع الالكترونية بس الاضاءة ده شكلها حلو كمان بسيط وممكن كمان تستخدمي عنها هسبت واحدة الاضاءة زي ما احنا شايفين كده بنقطة شامع بسيطة على الجزء الفل اللي احنا غلبناه وجم الوردة كده شكلها مش باين او الكاتحة بتاعيتها مش باينة طبعا هي بتشتغل كده بالحجارة وطبعا بتبدل شغيلها لفترة طويلة وممكن طبعا احنا نغير الحجارة اللي فيها لما تخلص وتبدأي تستخدميها بالشكل ده كده كواحدة اضاءة بسيطة ومدي معاكي شكل حلو بالشكل ده كده تكون استخلينا الكاس المكسور وعملنا منه فكرة بسيطة وممكن ان انتي تستخدمي عن الاضاءة وتستخدمي بس جوه الكاس وجود زي ما ثبتناها كده فوق الجزء الفل هتبقى معاكي دي كور حلوة قوي وكمان بسيط وزفل الجزء اللي استخدمته من الفل كان بنفس المقاس بالضبط بتاع الكاس عشان كده انا مثبته من غير ما حط اي شمع خالص بس مثبته الجزء ده جواه بالضبط كده وممكن طبعا ان انا نخلعه بكل سهولة مفروش اي مشكلة طبعا لو عندك الجزء الفل ده هيكون احسن وانسب كتير تعالوا بقى نشوف الفكرة دي فكرة حلوة قريبة وكمان عملية وهناستفاد من الحاجة اللي كممكن نرميها هستخدم بالشكل ده كده غطة بتاع البابلاستيك وهفيد ان انا اغلي في ناحية التانية باستخدام الكارتون والمقاوم ممكن نستخدم طباطين من الكارتون عايز الجزء دي يكون تقيل فاقص كده زي ده بعد ما ثبت الناحية التانية باستخدام الكارتون استخدم بعد كده هنا ممكن نستخدم استيكر وده كان عندي زي مفروش كده نستخدمه معاكو بغلب بيه الغطة ضعف برده ان احنا نستخدم اي قماشة قديمة مفيش مشكلة لو مش متاح عن دينا للسيكر او اي شكل يعني او رسمة موجودة مفيش اي مشكلة نستخدم قماشة قديمة او طرحة قديمة بغلب بالطريقة دي الغطة عندي من جهو بسبت الاجزاء اللي ايه في الجنب كمان بغلبه كويس قوي وبعد كده هبتدي ان انا اتني الاجزاء الزيادة دي على الناحية التانية الجنب بتاع الغطة نفسه وكمان جنب الكرتون وبغلب الجزء ده كويس قوي واستخدمت هنا الغطة ده لانه هيكون حلو جدا في الفكرة اللي هنستخدمه فيه وكمان هيتحمل معينا الغطة نفسه تقيل واحنا كمان قوناه اكتر باستخدام الكرتون التقيل اللي احنا غلفنا به الضهر كده غلفت الجنب كله بتاع البلاستيك وكمان غلفت الجزء اللي كان باين عندي من الكرتون في الجنب هياخد برضو جزء تاني من نفس المفرش ده او الجزء اللي احنا غلفنا به الوش بتاع الغطة مبتدي برضو ان انا اغلف به الناحية التانية من الكرتون مش هنبين اي حاجة ولا من البلاستيك ولا الكرتون هنغلفه كويس قوي بالحاجة او الخامة اللي احنا عايزين نستخدمه وده عشان يدي معينا النتيجة افضل زي ده طبعا بنبدأ ان احنا نقصها الاول كده من الجنب بعد ما غلفت كل الجزء اللي هو البلاستيك ولو تلاحظوا انا هنا ما استخدمها طبقات تكون تخينة من الكرتون وده مهم جدا عندنا هنا بستخدم جزء تاني من نفس المفرش وبغلف به الضهر اللي هو الكرتون اللي غلفنا به الغطة نفسه عشان يبقى عندي تقيل بالشكل اللي احنا شايفين وطبعا انا هنا سبتوا قوي بقص بعد كده زي ده الخطوات دي بقامشيها معاكو بتبقى واضحة عشان بس يبقى الفينش باين معاكو قويس قوي ان احنا بنحاول نخلي الحاجة تكون شكلها طبيعية فانها زي الجهزة بالظلط سبت كده طف المفرش على الكرتون وغلفت كل الاجزاء اللي باين عندي من الكرتون زي ما احنا شايفين وطبعا لو انت بستخدمها استيقر ملون ممكن تستغني خلص عن الشمع وتبدأي تثبتي الاستيقر تشيلي الظهر بتاعه وتبدأي تثبتي الاستيقر مش تحتاجي في الخطوة دي لأي شمع نهي نيجي برضو لخطوة التزيين من عطفه دي برضو خطوة مهمة تقدر بقى هنا تستخدمي خيط الخيش ممكن تستخدمي استرس او لولي او حتى جوبير ابيض او ضنطل اي حاجة متاحة عن تستخدمي هستخدم هنا معاكم خيط الخيش وده طبعا بيبقى موجود في حالات ادوات الخيطة ممكن تستخدمي بدايله اي خيط انا هنا بدأت ان انا الف الخيط زي ما احنا شايفين كده هلفهم مرتين عشان يدي معي شكل احلى كنت هعمل العليقة دلوقتي بس قلت يعني ممكن ازود كمان عشان يدي معي شكل احلى هستخدم هنا بقى الطبق المكسور اللي عندنا ده طبق قصر زي ما احنا شايفين كده وقصر كده حتة يعني وقع قصر فخلاص خاد الشر وراح بس احنا ممكن نطلع منه فكرة كده بسيطة وسهلة انا كده هاكن كل الاجزاء اللي انا مش عايزيها هطلع جزء من الطبق ده هبتدي ان انا اخد الجزء ده وباستخدم هنا كرتون برضو يكون تقيل وباسبت جزء من الكرتون القاعدة بتاعت الطبق عشان تاخد معي شكل الدولان اللي احنا شايفينه كمية شمع كده يكون كتير شوية وبنسبت الجزء ده على الكرتون ونستنى لحظات لحد ما يمسك معينا كويس اوي هستخدم كمان جزء تاني من الكرتون بعمل تانيات كده بسيطة في الكرتون واصلا بيبقى متقسم من جوه وهاخد شكل الدوران اللي موجودة عندي في الجزء اللي اخدته من الطبق وببطيل ان انا اثبته بالشكل ده كده باستخدام الشمع عشان نغلف الظهر كويس اوي وكمان نتقل الجزء اللي احنا خدناه من الطبق فقصة عندي هنا كده زيادات اللي موجودة في الكرتون من حوالين الطبق كده على قد المقاس بالزلط وهنلاقي ان الشكل بتاع الطبق الاخر جاي مش عدل يعني جاي بزاوية شوية وده حلو يعني هيبقى حلو جدا في الفكرة كمان اللي هنعملها هتشوفه مع بعض في اخر الفيديو هستخدم هنا خيط المقرمية وممكن نستخدم اي خيوط موجودة عندنا ممكن نستخدم حبل غسيف ما فيش مشكلة نستخدم الحاجة المتاحة عندنا ونستفاد بيها هبتدي كده ان انا اثبت الخيط بالشكل ده كده حوالين الكرتون عشان يثبت معنا ويتغلف معنا الكرتون كويس اوي بستخدم هنا الشمع وببتدي ان انا امشي كده الخيط يعني داير ما يدور اللي هو حوالين بس الجزء اللي بات وبسبت بعد كده الخيط بالطريقة اللي احنا شايفينها دي كده من تحت يبقى عندي كل الغطى او الطبق اللي احنا باستخدمينه بالكرتون متغلف حلو جدا ونقص بعد كده زيادة وهنخلي الجزء ده دلوقتي على جمع كده هو يعني تقريبا خلص فهبتدي ان انا استخدم كمان جزء صغير من خيط الخيش وبسبته على طرف الغطى المنظمة من مكان الكرتون وبعمل شكل عليقة اللي هي شكل دوران كده شوية وبسبتها برضو باستخدام الشمع عشان تثبت معانا كويس قوي وده من غير ما فوق الخيط عادي جدا زي كأننا بنلف بس الخيط من على الطرف البرويز وبعد كده هنبدأ ان احنا نسبته باخد جزء صغير تاني من المفرش وبسبته بالشكل ده كده في ظهر الخيط عشان يبقى شكله احلى بالشكل ده كده سبتنا الدايرة حلو جدا هنستخدم بقى هنا الجزء اللي احنا هنعمل للطبق ونغلفناه هبتدي ان احط كمية شمع كده حوالين الجزء اللي من بره شمع كتير شوية وبنسبته بالطريقة دي على الغضاء وهستخدم هنا تزيين بسيط من اللولي وممكن نستخدم كمان تزيين من الورود الجهزة وهنستخدم هنا المصامير دي بتبقى موجودة عند الموين هستخدم هنا اتنين بس وهبتدي كده اسبتهم في الغضاء البلاستيك من تحت وهنستخدم بقى الجزء الطبق ده كغضاء شكلها حلو جدا وكمان بسيط وهنستخدمها عندنا في المطبخ عليقة للفوت وممكن كمان تستخدميها عليقة للمكتراتها فجرتها بسيطة وسهلة جدا وكده نكون استفادنا من الطبق المكسور واخدنا منه جزء وعملنا به فكرة حلوة لو حبينا ان احنا نكمل بقى الافكار مع بعض اكتوك لي في التعليقات وان شاء الله هعمل لكم افكار كتيرة مختلفة نستفاد من الحاجات القديمة اللي بتفهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر